واحدة من أساسيات وهيكريات ونسيج اللغة الإنجليزية شيء اسمه تعابير الإصطلاحية مصطلح مو دائما مفهوم مصطلح ممكن أن يكون مميز لكن هي تعابير ما تفهم من خلال تفصيل الكلمة وتجزئة المصطلح أو العبارة لكن من العبارة كاملة مثلا Break the ice Break the ice معنى كسر الجليد مصطلح أنا جداً ما أحبه لأنه سوق كثيراً إليه في منصات التواصل الاجتماعي وبداية الاجتماعات أنا أشوف الثقة تجي من خلال الممارسة والاحتكاك والتعرف على الأشخاص هذا موضوع كسر الجليد ما أشوفه إلى داعي هناك الكثير من الحديث واللغط عليه لكن هذه وجهة نظري الشخصية ولكل شخص وجهة نظرة عموماً Break the ice مصطلح دائماً شائع في اللغة الإنكليزية موجود في الأفلام فمن خلال هذه السلسلة رح نتعرف على 25 تعبير إصطلاحي دارج يستخدم وأي ظن السياق اللي دا يستخدم به فرح نعتمد على بعض المقاطع القصيرة حتى ترسخ هذا المصطلح وحتى تتأكد أنه هذا المصطلح شائع في الوسط الاجتماعي الخاص بالأفراد المصطلح الثاني هو Bite the bullet Bite the bullet تعريفها باللغة الإنكليزية هو To endure a painful experience or accept something difficult فبما معنى أنه يجرع السم أو يحاول قدر الإمكان التصرف أو تقبل شيء معين هو ما كان قابل بالأساس حتى تصير الأمور بالطريقة الصحيحة المصطلح هو Bite the bullet وليس bite a bullet Bite a bullet تتحول من معناها المجازي إلى معناها الحرفي طبعا هذا أو هذا الجزء البعض الأحياني يسبب إرباك عد المتحدثين لأن تغيير أي تركيبة من هذا روبي كيوب ممكن نسميه ممكن يغيير الخواصة الكيميائية ماتة والخواص السلوكية بالحديث وبالتالي ما راح ينطل معنى نفسه المصطلحة الثالث A blessing in disguise A blessing in disguise مثل Hello guys This guys المعنى ماتة هو شيء باطنه الرحمة وخارجه من قبلهم العذاب أو بما معنى آخر هو شيء أنت تشوفه ربضارة النافع A blessing in disguise This guys تلفظ this guys ركز على اللفظ A blessing in disguise أربعة Hit the nail on the head مو in the head Hit the nail on the head Hit the nail on the head أكيد واحدة من أفضل المسائل اللي تساعدك هو أنت كشخص بالغ لازم تعيد التدريب وتكرارها كرارها ميتين مرة 300 مرة Hit the nail on the head Hit the nail on the head Hit the nail on the head مثلا He hit the nail on the head He hit the nail on the head He hits the nail on the head وليس in the head هذا التركيبة والنسيج مالته يقال بهذه الطريقة خمسة Burn the midnight oil Burn the midnight oil هو أن تسهر مثل ما نقول هو يصرف الوقود أو يصرف الزيت الخاص بالضوء اللي هو مخصص للليب Burn the midnight oil To burn the midnight oil معناها To work late in the night أي مرة تسهر هواية Caught between a rock and a hard place معناها أنه هو بين أمرين إحداهما أصعب من الثاني Caught between a rock and a hard place بين أمرين واحد أصعب من الثاني He was caught between a rock and a hard place Cut to the chase اختصر Cut to the chase Cut to the chase Please cut to the chase Let's cut to the chase اسمعها باللغة الإنجليزية من أكثر من مقطع حتى ترسخ في ذهنك وأهم جزء أنه أنت تستخدمها هو Cut to the chase Devil's advocate Devil's advocate محامي الشيطان شخص مو بالضرورة يكون مقتنع بالفكرة اللي دايدافع عنه لكن مدفوع له ممكن فلوس أو شيء من هذا القبيل فهو دايدافع عن هذه الفكرة Every cloud has a silver lining تعريفها باللغة الإنجليزية هو There is something good in every bad situation وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ربا ظهرت النافع أيضا هذا مصطلح آخر بالإضافة إلى المصطلح السابق اللي شنو أريد تذكره كتبه تكرره أكثر من مرة القبلة اللي ذكرناه مشابه إله He is like a fish out of water Fish out of water سمتش بره الماي شخص مو بالمكان الصحيح ممرتاح لهذا المكان فنقول He is like a fish out of water She feels like a fish out of water To get the ball rolling To get the ball rolling To get the ball rolling معناها to get started حتى نبدأ Let's get the ball rolling Let's get the ball rolling Go the extra mile To do the extra effort To go the extra mile يعني تروح تاخذ ميل زيادة بدل ما تركض عشر أميال تركض دعش ميل فيسمونا He أو She goes the extra mile يعني داي سوي شيء أكثر داي سوي جهد أكثر داي بذل جهد أكثر داي حاول أكثر فهذا المصطلح دائما شائع Hit the sack ساك هي أعتقد المخدة فإحنا نسميها pillow Hit the sack يعني ضرب المخدة بمعنى رح نام In the heat of the moment دائما تسمع هذا المصطلح في الوقت المناسب في اللحظة المناسبة In the heat of the moment يعني مرات أن تقول شيء بدون تخطيط لأنه أنت كنت كلش يعني متحمس لهذا الشيء أو في وقت محدد ممكن يكون مناسب وممكن يكون غير مناسب فإن the heat of the moment فإن the heat of the moment he said I love you مثلا To kill two birds with one stone مصطلح دائما نسمع به تضرب عصفورين بحجر لأن اللغة العربية شوية ملطفة هنا ما تقتلوا كذا To kill two birds with one stone or to hit two birds with one stone حتى تكون euphemistically يعني حيادية أكثر حتى ما تسبب هذا سمعي بسبب كلمة kill اللي دائما مرات يصير عليها بالخوار جميع شوية Filtering Let the cat out of the bag To spill the beans To let the cat out of the bag يعني فضفض حاول تحتي شنه السر شنه اللي حاب تقوله فمرات احنا نستخدم هذا المصطلح إذا بين الأصدقاء Come on Let the cat out of the bag يعني حتينا شنه الموجود Once in a blue moon مصطلح آخر شائع في المحادثة ودائما بالأفلام والمسلسلات سواء action سواء المسلسلات الاجتماعية والأفلام الاجتماعية نسمع هذا المصطلح Once in a blue moon مرة بالسنة يعني نادرا Once in a blue moon A piece of cake شي كلش سهل A piece of cake To put your best foot forward To put your best foot forward 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 لحظ أني من ده أتدرب الفرق بينه بينك هو مو ذكاء الفرق أنه أني متدرب أكثر منك فإحنا لازم نتفق على قاعدة إحنا كبالغين خلايان العصبية ما تعيد تشكيل نفسها حتى تتعلم اللغة الثانية بدون تدريب يحتاج لنا تدريب هواية حتى نتمكن من أنه نوصل إلى نقطة الهضبة اللي إحنا بيها نستقر نتقدم أفقياً بدل ما نصعد في مجال اللغة The ball is in your court الكرة في ملعبك أعتقد واضحة To throw in the towel To throw in the towel معناها أنه يستسلم أو أنه يخضع للأمر الواقع أو أنه يفشي شيء كبير ودائماً يشوفون بالأفلام مرأت واحد لابس هذا الروب مات الحمام فمن يطلع يفتح الروب فهذا معناه To throw in the towel إذا ما فهمي Under the weather معناها He's feeling sick or ill يعني مو كلش صحته تمام When pigs fly من الطير الخنازير معناها أنه There is no chance لأنه الخنازير ما تطير فيها للطير عدنا بالعربي The elephant in the room مصطلح شائع جداً معناها الشيء السر ثلاثة أربعة يعرفوه بس ما يقدر يحشون به لأنه هذا السر ممكن يهدم عوائل أو أنه يسبب مشكلة كبيرة فمن يتحدثون It's the elephant in the room عدنا هواية elephants بالعراق بصراحة Spill the beans هو to reveal the secret أو أنه تفشي السر هذي 25 من أهم التعابير الإصطلاحية اللي راح تساعدك في فهم واستخدام وأني شي جعك على الاستخدام خاص بال مصطلحات هذه لتستمع للفيديوهات القصيرة لأنه راح تشتتك بصراحة أنا أنصحك تستمع إلى ورش طويلة مو فقط للورش اللي أنا داع أصنع حالين أنا داع أصنع فيديوهات طويلة بس اللغة يحتاج لها صبر ويحتاج لها مطاولة ويحتاج لها كثرة استماع فهذا الريلز القصيرة اللي 5 ثواني 10 ثواني دا ينطيك هل موحدة ويترك السياق بدون نص إضافي راح يسبب لك نوع من التشتيت لازم تروح تبحث عن الفيديوهات السابقة والفيديوهات الأخ أنا أعرف هالسوق التقنية والحياة تصير بوتيرة سريعة جدا لكن يحتاج لك ثلاث أشهر إلى سنة تستثمرها حتى تبقى وياك اللغة مدى حياتك وبالتالي هذي ريلزز غيرها اللي دا تشوفها على انستغرام بصراحة مو كلش مفيدة لكم خاصة إذا كلمات خارج من السياق وللأمانة أي واحد أطفال ممكن تجيبه تقول له علمني كلمة بيت معناها يعظ بارك معناها متنزه بارك معناها ينبح أي شخص يقدر يسوي هذا الشيء وبتلفونه ينشر الفكرة وين أنه أنت تعتمد على دراسات إحصائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحيث يوفر لك كمية statistics أو بيانات تختصر لك الموضوع إحنا دا نبحث عن shortcuts لكن للأمانة في اللغة الإنجليزية ماكو shortcuts غير practice لازم تتدرب أكثر ننضج اللغماتك تستمع أكثر تخصص لك ساعة بطريقة منتظمة لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة حسب المستواماتك حتى تحسن وهي 25% أفضل معحد بالعالم اللي هو يوتيوب 25% كتاب تمشي عليه وتلزم نفسك تلزم نفسك أنه أنت تتدرب عليه يوميا لمدة ساعة على الأقل و إضافة إلى هذا حلقة علاقات اجتماعية وهي ناس أفضل من عندك باللغة مؤنانية لكن حبا بالمعرفة والعلم بحثك عن العلم مع هؤلاء الأشخاص راح يضيف لك 16% قيمة معرفية إضافية حسب الدراسات و 25% أخرى هي واجب الشخص اللي دا ينطيك تدريب الراعي إليك اللي احنا نسميه mentor or coach فأتمنى لكم كل التوفيق ورب يحفظكم ترجمة نانسي قنقر